موسيقى موسيقى هنا مجد نسعدكم أن نقدم لكم اليوم برنامج هنا مجد والآن سنجري لقاءات مع الطلاب في وضع الاختبارات النهائية في مدارس التعلق موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يرينها نكروه في أبنائنا الطلب لا شك أن المسؤولية كبيرة على ولي الأمر وعلى المدرسة أيضاً في تهيئة الجو المناسب للطالب لأداء اختباره بأريحية وبسلامة وبصحة فتهيئة الجو صحياً في البيت من خلال مثل هذه الأيام الأجواء باردة فلابد محافظة على أبنائنا الطلاب عدم تعرضهم لموجات البرد الشديدة لكي لا يتعرض لوعك صحية تمنعهم من الاختبار بالإضافة إلى التغذية السليمة والاستعداد مبكر للاختبارات نحن دائماً نقول الاختبار ليس في يوم الاختبار فقط مفترض أنه يستعد له من قبل الاختبار كذلك أيضاً صحة الطالب وسلامته حتى تدريب الطالب على النوم مبكراً ليأتي وهو مستعد مركز للتركيز مهم جداً في الاختبار الأسئلة قد تكون بأحيان 30 سؤال للطالب ليحتاج فيها دائماً إلى أنه يعني يركز على كل سؤال ليعرف الإجابة الصحيحة من غير الصحيحة طبعاً نحن في بداية كل اختبار في الخمس دقائق أو العشر دقائق الأولى يتم حصر الطلاب الغايبين وبعد حصر الطلاب يتم الاتصال على أولياء الأمور للتأكد من سلامة الطالب وأنها يعني في الطريق طبعاً هناك إجراءات نظامية لموضوع التأخر اللي يتأخر أول مرة يكون لها يعني نوع من التوثيق ثم بعد ذلك تبدأ المحاسبة على التأخرات المتتالية يعني فيها عقوبات وفيها للحد منها الطاهرة فيه نظام نظام الاختبارات لأصحاب الأعذار إذا لم يستطع الطالب الحضور للمدرسة ممكن المدرسة تقوم بزيارته في المستشفى ويعني بلجنة أو في البيت إذا لم يستطع عما داخل قاعات الاختبار فلو كان تعذر عليه مثلاً أنه يكتب في الاختبار فعندنا ممكن أن تمرون على لجنة من اللجان الخاصة الآن موجودة عندنا في طالب مكسورة يده مثلاً في أحد المدرسين يكتب عنه يملي الطالب له ويكتب المعلم فهنا مستعدين لكل شيء يعني النظام مواضح أنا ذكرت أنه فيه نظام لأصحاب الأعذار اللي أعذارهم صحية الطالب الذي لا يستطيع أن يأتي ولا يؤتى إليه اختباره يكون في أول أسبوعين من الفصل الثاني الطالب الذي يعني يحتمل أنه يذاكر ويختبر إما أن يحضر إلى المدرسة ويختبر ويخرج أو تأتي إليه المدرسة بلجنة في المستشفى أو في البيت النصيح حقيقة يعني لا شك في الاختبارات يحتاج الإنسان في كل حياته يحتاج الإنسان إلى أنه يكون مرتبط بالله سبحانه وتعالى لكي يحصل على التوفيق من الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأيام يحتاج إلى أنه فعلاً نركز على المواد الدراسية والتركيز يعني أن ليس كل ما في الكتاب سيأتي في الاختبار إنما هناك مقاطة مهمة في الكتاب هي التي تفرق بين الطالب الممتاز وبين الطالب المتوسط وبين الطالب الضعيف شدة التركيز داخل الفصل شدة التركيز أثناء الاختبار هي التي تفرق بين الطالبين المتميز والبعد إلى هنا قد وصلنا إلى ختام برنامجنا هنا مج كان معكم محددكم عادل شراني ونلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر